الى اين وصلت اجراءات الحكومة التي تم الرفع بها الى رئيس الجمهورية سؤال هو الاكثر تدولا في الاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية والفعاليات القبلية والاجتماعية اليمنية المطالبة بسرعة طرد الامارات واخماد تمرد المليشيات المدعومة منها وبسط الدولة على العاصمة المؤقتة وتحريك اجراءات الرفع بجرائم الحرب الاماراتية بحق المدنيين وقصف قوات الجيش الوطني ميدانيا وعسكريا تبدو الاجراءات الحكومية متركزة تعزيز تواجد قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة والدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الى محافظة ابيان وتأكيد وزير الدفاع الفريق الرقنة محمد المقدشي عزم قوات الجيش على استمرار حملتها المشتركة لاخماد تمرد مليشيات الانتقال المدعومة اماراتيا واستعادة العاصمة المؤقتة وحول بدء عمالية التقدم نحو استعادة عدن تقول مصادر عسكرية ان القوات وضعت الخطط واخذت في الاعتبار طرق واساليب التصدي لاي طلعات جوية معادية قد يشنها طيران الامارات كما لفتت المصادر الى ان وزارة الدفاع استكملت التجهيزات بانتظار قرار رئيس الجمهورية غير ان الانباء القادمة من السعودية تشير الى ان الرياض تحاول اقناع الرئيس هادي والحكومة بالانخراط في حوار جدة تحت رعاية المملكة وقد وصل بالفعل ممثلو الحكومة الى مدينة جدة فيما اعلن المتحدث باسم التحالف وصول قوات سعودية الى شبوة ضمن جهود تخفض التصعيد ووقف اطلاق النار وطرح ذلك اسئلة حول ما اذا كانت اللجنة السعودية قدمت من اجل اقناع الشرعية لايقاف العمليات العسكرية التي اعلنت وزارة الدفاع انها عازمة من خلالها على استعادة العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد مليشيا الانتقالي وتثبيت الامن والتمهيد لعودة الرئيس والحكومة وعلى الرغم من وصول ممثلو الوفد الحكومي الى مدينة جدة الا ان الحكومة وعبر المتحدث باسمها راجح بادي نفت اي وجود لأي شكل من اشكال الحوار حتى الان مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتيا وقال ان وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع السعودية للوقوف على احداث التمرد الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والتي وصلت ضروتها بقصف الطيران الاماراتي لمواقع الجيش الوطني في عدن وابين وجدد موقف الحكومة المعلن منذ اليوم الاول بالترحيب بدعوة الحوار التي وجهتها وزارة خارجية السعودية موضحا عدم وجود اي شكل من اشكال الحوار حتى الان مع ما يسمى المجلس الانتقالي واكد ان الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الاراضي اليمنية ليست محل مساومات او نقاش وزارة الخارجية اكدت خلال لقاء نائب وزير الخارجية مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن ريكاردو فيلا اكدت على ضرورة ان يتم الوقوف اولا امام انحراف دور الامارات في تحالف دعم شرعية بكل جدية وشفافية كما جددت تمسكها بانسحاب مليشيات الامارات من جميع المواقع والمعسكرات والمؤسسات في عدن قبل بدء الحوار وهي شروط اكدها بيان التحالف العربي نفسه صباحة وقوع العاصمة المؤقتة تحت سيطرة مليشي الانتقالي التي استخفت بالبيان السعودي وتحدث المملكة متعهدا على لسان بن بوريك بالصمود امامها واتجهت فعليا للسيطرة على ابيان قبل ان تصدم بصخرة شبوة التي عكست المعادلة الميدانية وانطلقت منها قوات الجيش الوطني اصوى ابيان ووصلت بوابة عدن وسط انهيار كلي للتشكيلات والنخب الاماراتية التي انشأتها ابو ضبي بهدف حماية وجودها في اليمن وتأمين احتلالها للموانئ والجزر لكنها وجدت نفسها مطرطا للتدخل بشكل مباشر عبر سلاح الجو من اجل حماية مليشياتها المنهارة اشتركوا في القناة